حماية نبات الكوليس او السجادة او القطيفة او الموبرة في فصل الصيف هذا هو نبات السجادة نبات زينة غني عن التعريف مع بداية فصل الصيف كثرت الاسئلة من طرف متابعي بذرة عن ذبول وموت هذا النبات مع ارتفاع درجات الحرارة في حين انه نبات جد سهل فقط بعض الاخطاء البسيطة هي التي تتسبب في ذبول هذا النبات وهذا ما سنحاول التركيز عليه في هذه الحلقة فمرحبا بكم من جديد على قناتكم بذرة مباشرة نبدأ في الاجابة بكل بساطة احترامك في فصل الصيف لخمسة معاملات تضمن لك سجادة بدون مشاكل ولا اصابات ولا ذبول ولا احتراق ولا تساقط اوراق المعاملات هي الاضاءة الري التربة السماد الامراض والآفات والبداية بالاضاءة نعرف ان السجادة تحتاج فقط لاضاءة قوية ساطعة بعيدا عن الشمس المباشرة طبعا بستناء فصل الصيف فيمكنك ان تعرضها للشمس الصباحية او في المساء لكن صيفا ممنوع منعا كليا تعرضها للشمس نعم تزرع خارجيا وتعرض للشمس هذا في اوروبا والمناطق المعتدلة فقط وعلى عكس ذلك وضعها في مكان ضعيف او قليل الاضاءة سيسبب ترهل الاوراق وفقدانها لقوة الالوان والزخرفات وانتظر بعدها سقوط الاوراق وموت النبات ثانيا الري في فصل الصيف نزيد من وثيرة الري لكن ليس لدرجة الاغراق نعم السجادة محبة للرطوبة لكن هذا لا يعني ان نغرقها بالماء اروها فقط عند جفاف سطح التربة وليس الجفاف التام للتربة اذا اصدقائي تعفن الجذور من بين اكثر الاسباب التي تؤدي لموت نبات السجادة من بين الاسباب كذلك التي تؤدي لموت نبات السجادة هو كثرة رش الاوراق بالماء لان اوراق السجادة وبرية وتتأثر بسرعة بالرش هذا لا يعني ان لا نرشها ابدا الرش يكون على فترات جد متباعدة بهدف تنظيفها وازالة الغبار فقط حتى نتجنب الامراض الفطرية كالبق الدقيقي على سبيل المثال ثالثا التربة السجادة تحب التربة الخفيفة الجيدة الصرف لذلك لا تزرع ابدا السجادة في التربة الطينية لان التربة الطينية جزئاتها متماسكة والصرف فيها غير جيد ازرع سجادتك في تربة خفيفة مثلا بيتموس و بيرلايت او بيتموس و رمل او بيتموس و كومبوس مهم ان نزرع في تربة خفيفة تضمن لنا صرف جيد وبدون مشاكل رابعا التسميد يفضل وقف التسميد خلال فصل الصيف او نكتفي فقط بتسميدها بربع الكمية التي نستعمل في باقي الفصول يعني انه اذا كنت تضع ملعقة صغيرة سماد العشرينات مع واحد لتر من الماء في فصل الصيف نضع فقط ربع الملعقة يعني ربع الكمية مع لتر ماء مرة كل شهر طيلة فصل الصيف و لا مشكلة و يفضل اصدقائي اعطاؤها سماد علي النتروجين لنحفز المجموع الخضري على النمو بكثافة كذلك اهمال التسميد بصفة نهائية قبل دخول الصيف يسبب لنا مشاكل للنبات خامسا الامراض و الآفات تحدثنا في المحور التاني عن مشكلة تعفن الجذور الناتجة عن كثرة الري بالماء هذا اول واكثر مشكلة تعاني منه نبتة السجادة بالنسبة لتاني مشكلة في نظري وهو الدودة اذا لاحظت تقوب في نبتتك كما تشاهدون الآن على الشاشة فغالبا ما ستكون الدودة الخضراء اهمال مراقبتك للنبات سيعطي الفرصة للدودة في اكل الورق والنتيجة ذبول تام وكل تفحص دائما الاوراق من الاسفل وافتح عينيك جيدا لان الدودة احيانا تكون امام ناظريك ولا تنتبه لها من الاسباب التي تؤدي لذبول اوراق السجادة صيفا سادسا زراعة السجادة في وعاء صغير مقارنة مع حجم النبات سابعا التعرض للتيارات الهوائية الجافة التي تدخل للبيت من النوافد مثلا او التعرض للتيارات الهوائية الباردة الصادرة عن المقيفات واجهزة التبريد تامنا عدم التخلص من الشمراخ الزهري من قمة الافرع الذي يكون على شكل سنبلة ننصحكم بازالته حتى لا ينافس الاوراق على الغذاء وبالتالي يؤثر سلبا عليهم تاسعا عدم قص النموات الجانبية والافرع لنشجع النموات الجديدة التي تعطينا اوراق جديدة قوية ومزركشة عاشرا اذا رغبت في الحفاظ على سجادتك للموسم المقبل مباشرة بعد فصل الشتاء نقصها ونقلمها وننقلها لتربة جديدة ووعاء اكبر اصدقائي اذا كنتم تريدون معرفة طريقة نقل السجادة لوعاء اكبر وكيفية الاكثار سواء بالبذرة او بالعقل فانتظر الفيديو القادم على قناتكم بذرة قبل ذلك سؤال حلقة اليوم ما هو السماد العضوي الغير كيماوي الذي تستعمل لنباتاتك وتلاحظ ان مفعوله جيد وصلنا لنهاية الفيديو شكرا لوفائكم لبذرة دمتم بخير والى اللقاء